على الرغم من تكدس مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في مدينة دير البلح الصغيرة وسط قطاع غزة، أفادت وسائل إعلامية بأن آلاف الفلسطينيين فروا لإثنين إليها من مخيم البريج الواقع في شمال شرق دير البلح، وذلك على خلفية أوامر إسرائيلية جديدة أصدرتها بإخلاء المخيم. المصادر أوضحت أن النازحين ساروا لعدة كيلومترات إما على عربات صغيرة تجرها الحمير أو سيراً على الأقدام، من أجل الوصول إلى دير البلح أو بلدة الزوايدة في الغرب، وذلك قبل تفجير الجيش الإسرائيلي لعدة منازل في بعض أحياء مخيم البريج. المفوض العام لوكالة الأونرواف فليب لازاريني قال إن نحو 14% فقط من قطاع غزة لم يصدر له الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء، واضطر كثيرون للنزوح عدة مرات، وفي أغلب الأحيان يتم إختارهم قبل بضع ساعة فقط. وفي وقت سابق أفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون أن ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في خان يونس جنوب القطاع، فيما قالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس بتزامني مع قصف حي الشيخ ناصر وسط المدينة. وفي السياق أكد كل من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطيني اندلاع اشتباكات ضارية بينهما في جنوب قطاع غزة، وخاصة في خان يونس ورفح، وفي شمال القطاع في حي تل الهوى في مدينة غزة. ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في حصيلتها اليومية لضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مقتل تسعة وثلاثين شخصاً وإصابة ثلاثة وتسعين آخرين، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة فقط. الوزارة قالت في بيان الاثنين إنما لا يقل عن تسعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستين فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال قتلوا، وأصيب تسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون آخرون منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي.